اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اييد داخلي لانجاح حكومة السوداني وايضا نطالع من ضمن الاخبار اليوم رئيس الجمهورية يصل الى الجزائر للمشاركة بالقمة العربية ومن ضمن الاخبار ايضا نطالعه معهد عالمي يحدر الوضع المائي العراقي صعب ومن هذا الخبر الى خبر اخر الاهمال وغياب اجراءات السلامة يتسببان بحادث البنوق المروع واخر ما نطالعه من عنوين في الصباح وزيرة المالية العراقية طيف سامي تقول اولوياتنا تقديم موازنة 2023 ومن هذه العناوين الى الاخبار وابرز الاخبار في الصفحة الاولى من الصباح دعم خارجي وتأييد داخلي لانجاح حكومة السوداني دعا مراقبونا للشأن السياسي وعضاؤنا بمجلس النواب الكتلة السياسية الى دعم رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني في خطواته باتجاه الاصلاح واستثمار الدعم الدولي والاقليمية والداخلي لحكومته داعينا الى استثمار الطاقات والخبرات والكفاءات القادرة على انجاح العمل في مؤسسات الدولة وقال عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني في حديث للصباح ان حكومة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني لقد دعما دوليا واقليميا وداخليا وهناك اصرار وعزيمة على نجاح الحكومة مبينا ان هناك جوانب ايجابية يمكن ان يجري تطويرها كما ان هناك اخرى سلبية ينبغي علاجها في المرحلة المقبدة واعضف ان من اهم الامور التي كسبتها حكومة هو الدعم الدولي والاقليمي الداخلي وكذلك وجود سيولة نقلية تمكن الحكومة من ان تشرع او تشرع باقرار الموازنة واكمال المشاريع المهمة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات اما ابرز العقبات فهو انتشار السلاح المنفلت والجفاف الذي ضرب العراق في السنوات الماضية والقطاع الزراعي الذي يعاني جراء ذلك وكذلك وجود العديد من المشاريع الصناعية المتوقفة وعدم وجود رغبة دولية في قطاع الاستثمار الذي يعاني الاهمال وعدم وجود بيئة مناسبة وامنة وان تحقق هذا الشيء فستأتي الشركات العالمية للاستثمار في عدة مجالات ايضا نطالع رئيس الجمهورية يبحث تعزيز التعاون بين العراق والسعودية شدد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد امسي الاحد على اهمية استمرار التعاون الايجابية بين العراق والسعودية في حين اكد رشيد رغبة العراق في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع الهند وذكر بيان الرئاسي ان رئيس الجمهورية استقبل السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري الذي هنأ بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية مبينا ان السفير السعودي عبر لرئيس الجمهورية عن امنياته بالنجاح والتوفيق في اداء مهام منصبه وبما يخدم تعضيز العلاقات بين البلدين واكد رشيد بحسب البيان عمق علاقات الاخوة التاريخية التي تربط العراق والسعودية لافتا الى اهمية استمرار التعاون الايجابي وتعزيزه على مختلف الصعود لتشمل جميع المجالات وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في غضون ذلك تسلم رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورو وإلى ريابة صباح نطالع الاسباني كاساس مدرب لمنتخبنا الوطنية اتعاقد الاتحاد المركزي لكرة القدم مع المدرب الاسباني خيسوس كاساس البلغي من العمر تسعة واربعين عاما للاشراف على تدريب منتخبنا الوطنية لأربع سنوات تخضع سنويا لمناقشة خلال الاستحقاقات المقبلة ومن المؤمل وصول الطاقم التدريبي الأجنبي إلى العراق يوم ثلاثا من الأسبوع المقبل لتوقيع العقد الرسمي وشروع بقيادة أسود الرافدين في الوحدات التدريبية إلى جانب المدرب راضي شنينشل قبل السفر إلى مدينة جيرونا لمقابلة المكسيك في التاسع من شهر التشرين الثاني وبعدها بثلاثة أيام أمام الإكوادور في العاصمة مدريد وعلمت الصباح الرياضي من مصدر مطلع في اتحاد اللعبة أن المفاوضات مع المدرب الإسباني خيسيوس كاساس استمرت لمدة ثلاثة أيام عبر المنصة الألكترونية بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد عدنان درجال الذي تلقى تقريرا فنيا شاملا من نظيره الإسباني لويس مانويل وقد رشح الأخير هذا المدرب لما يحمله من أفكار كروية حديثة ودراسات تطويرية دأب على تقديمها بشكل منتظم إلى اللجان المختصة أثناء عمله مدربا مساعدا للويس أنريكي مدرب الماتادور الحالي من عام 2018 إلى عام 2022 بالإضافة لمهمة تحليل أداء الفريق والمنتخبات الأخرى وإلى أخيرة صباح نطلع 178 شخصا يتشاركون اسم هيرو كازو تاناكا يصعب لأي كان تذكر أسماء جميع الأشخاص الذين يقابلهم في الحفلات لكن ذلك لم يكن الحال في توكيو حيث كان المدعوون المائة والثماني والسبعين يحملون جميعا اسم هيرو كازو تاناكا وقد اجتمعوا لتحطم الرقم القياسي المسجل من قبل 164 امرأة يحملنا اسم مارتا ستيوارت فمن ومن هيرو كازو تاناكا البالغ ثلاث سنوات إلى رجل تمانيني يحمل اسم عينه أتى من هانوي ارتدى جميع المشاركين في الحفلة قميصا يحمل اسمهم المشترك وجلسوا في مسرح مزدحم لمدة خمس دقائق بحسب قواعد موسوعة جينيس قبل أن يعلن مسؤول في المنظمة رسميا تسجيل الرقم القياسي جديد وقال هيرو كازو البالغ من العمر 53 عاما القائم على هذا التجمع بعد سنوات من الجهود والإخفاقات لم أتوقع قط أن نحطم مثل هذا الرقم القياسي السخيف ولتمييز 178 شخصا يتشاركون اسم هيرو كازو أسند لكل منهم اسم مستعار مستوحى من هواياتهم أو مهنتهم أو طبقهم المفضل وكان الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمع لأشخاص يحملون الاسم والشهر نفسها قد سجلت سابقا 164 امرأة يحمل اسم مارتا استيوارت اجتمعنا في إطار برنامج تلفزيوني في نيويورك عام 2005 وخطرت فكرة تحقيق مثل هذا الرقم القياسي على بال القائم عليها عام 94 وتسعمائة والف للميلاد عندما سمع في الأخبار اسم لاعب البيسبول هيرو كازو وشعر بالفرح ليتشارك الاسم عينه وفشلت محاولة تحطيم الرقم القياسي مع عام 2017 عندما التقى 87 شخصا من أصحاب هذا الاسم وإلى صفحة أراء واكترنا لكم مقال بعنوان طقوس ريشي سوناك للكاتب حمزة مصطفى بصوت الزميلة بوش رحسين طقوس ريشي سوناك بقلم حمزة مصطفى لم يتشابه على ريشي سوناك الهندوسي الديانة ورئيس وزراء بريطانيا البقرة البقرة تشابه على قوم موسى طبقا للقصة القرآنية المعروفة في سورة البقرة أطول سور القرآن الكريمة لم يترد السوناك من ممارسة طقوسه وتعاويذه وهو يدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونغ ستريت في أول يوم عمل الله الرجل مؤمن صادق في إيمانه بصرف النظر عن الرب الذي يعبده وليترد السوناك لأنه يفصل تماما بين عقيدته الدينية وبين عمله ويضيف الكاتب لذلك تخطى البريطانيون هذه العقدة التي لا تزال تحكم نظرتنا إلى الآخر مع أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حسم الموقف قبل كل أصحاب الأفكار والفلسفات والأدلوجيات والأديان حين قال أناس صلفان إما أخ لك في الدين أو نظر لك في الخلق فإن السؤال الذي أطرحه أنا على الأقل هو هل قبول البريطانيين بريشي سوناك رئيسا لحكومتهم وقبله كادوا يقبلون العراقي المسلم نظم الزهوي يعود إلى كونهم ينظرون إلى الأمر من زاوية النظري في الخلق وليس بالضرورة الأخ في الدين في ختم المقال بلا شك أن كلا البلدين ومثلهما معظم الديمقراطيات الغربية وأن بدأت تشكل انتكاسات على صعيد التطرف الديني والعرقي مثل فرنسا وإيطاليا تجاوزا مسألة الهوية لكن هذا ليس كافيا هناك أمثلة كثيرة على نوعا من السلوك المزوج لديهم لكنه يعود في تقدير إلى ما بات يعانيه المجتمع الغربي إن كان على مستوى أوروبا أو خلف المحيطات الولايات المتحدة الأمريكية من أزمات كبرى على كل الصعود والمستويات وبالتالي بات الهم الأكبر لهم هو البحث عن منقذ بصرف النظر عن الديانة أو لون البشرة وإلى الزمان ونطالع في صفحتها الأولى فجاعة جديدة تهز البنونغ وأثار الحادث تخلف خسائر بشرية وأضرار بالمنازل عذا مختصون أسباب انفجار سهريج الغاز قرب المنطقة المحصورة بين حيي الطالبية والبنوغ إلى خلل فنية أسفر عن نحو 22 بين شهيد وجريح وأثار الحادث الذي أفجع أهل المنطقة وخلف أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة استغراب المواطنين جراء الخسائر التي أوقعها ووجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ببدل أقصى جهود لعلاج جرح الحادث وقال الدائرة صحة بغداد في الرصافة في بيان تلقته الزمان أمس إن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثل رئيس الوزراء تفقد جرح الحادث في مستشفى الإمام علي عليه السلام يرافقه مدير عام الدائرة علاء المحمداوي وأضاف البيات أن السوداني وجه ببدل أقصى جهود لعلاج الجرح وتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الخاصة لعلاج هم ولقي سبعة أو تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة عشر آخرون جراء حادث انفجار صهريج داخل مرآب للسيارات في شرقي بغداد وقال قائد عمليات بغداد أحمد شهداء وثلاثة عشر مصابا لافتن إلى أن حادث الانفجار فني وليس عملا إرهابيا بدوره قال مظر طبي أن عدد شهداء بلغ اثنى عشر شهيدا في الانفجار الذي سمع دويه في مناطق عدة في بغداد ووقع الحادث في مرآب مفتوح للمركبات قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حي سكنية هذا وأفد شهود عيان بتضرر نوافذ المنازل المحيطة ومركبات كانت مركونة هناك الصقور والنوارس تحقق الفوز في الدور الممتاز اتحقق فريقا ناديا القوة الجوية والدورة أمس الفوز ضمن منافسات الجولة الخامسة للدور الممتاز بكرة القدم وفاز فريق القوة الجوية على مضيفه نادي النفط ميسان برباعية نظيفة وجاء هدف الجوية الأول في الدقيقة الثامنة عشر عن طريق محمد قاسم وفي الشوط الثاني سجل حسين جبار هدف القوة الجوية الثاني في الدقيقة الستين وفي الدقيقة الحادية والثمانين سجل الجوية هدفه الثالث عن طريق مهند عبد الرحيم وفي الدقيقة تسعين من المباراة سجل الجوية هدفه الرابع عن طريق مهند عبد الرحيم وفي سياق نفسه فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق نادي نوروز بأربعة أهداف مقابل هدفين وسجل حسن عبد الكريم هدف الزوراء الأول في الدقيقة الثامنة والعشرين وعزز على عباس النتيجة للزوراء بهدف ثاني في الدقيقة التاسعة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بتقديم الزوراء أو تقدم الزوراء بهدفين دون رد وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التقليص في الدقيقة الحادية والثمانين عن طريق إبراهيم غازي وبعد دقيقة عاد على عباس لوسع الفارق للزوراء ويسجل الهدف الثالث لكن عاد نوروز للتقليص في الدقيقة الخامسة والثمانين عندما سجل دانا مصطفى الهدف الثاني للنوروز في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي سجل الزوراء هدفه الرابع عن طريق علي يوسف لينتهي اللقاء بفوز الزوراء بأربعة أهداف مقابل هدفين وفي أخيرة الزمان نطالع الوداع الأخير للقامة الفنية فيصل الياسري إذ شيعت أمس الأحد الأوساط الفنية المخرج الرائد فيصل الياسري وانطلق موقب التشييع من مبنى نقابة الفنانين العراقيين في شارع الرشيد ببغداد بحضور ذويه الفنانة هند كامل ونجليه أكرم وديار وعميد السادة الياسريين وأخوته وأقاربه ونجوم الفن تصدرهم نقيب الفنانين جبار جودي ومدير عام دائرة السينما والمسرح أحمد حسن موسى ممثلا عن وزير الثقافة والسياحة والأثار وأحمد فكاك البدراني ومدير عام دائرة شؤون الثقافية العامة عارف السعدي وتوفي الفنان الراحل عن عمر الناهز التسعة وثمانين عاما عصر الخميس في العاصمة الأردنية عمان ووصل جثمنه مساء السبت إلى صالة التشريفات في مطار بغداد الدولية حيث أقيمت مراسم استقبال الرسمي شارك فيها وزير الثقافة ممثلا عن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ونقيب الفنانين وقال جودي أن رحيل الفنان فيصل الياسري خسارة كبيرة للفن العراقية وتقدم بشكر وثناء لمراسم رئاسة الوزراء وجوق وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد وعمليات الرصافة ومرور الرصافة وحماية المنشئات على جهودهم المبدولة ومن الزمان ننتقل وإياكم إلى الزوراء العراقية ونطالع فيها مختصون من الصعب تشريع موازنة 2023 وتغيير سعر صرف الدولار استبعد مختصون في الشأن الاقتصادي تشريع قانون موازنة عام 2023 قبل نهاية العام الحالي وكما رجح تقديم الحكومة موازنة مؤقتة لثلاثة أشهر أو أكثر أكدوا أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من صلاحية البنك المركزي حصلا وقال هضو اللجة المالية السابق أحمد الصفار في حديث للزوراء إنه من المستحيل تقديم الحكومة موازنة عام 2023 وتشريعها داخل البرلمان قبل نهاية العام الحالي لأن سنة الحالية شارفت على الانتهاء ولم يبقى سوى شهران فمن الصعب تشريع الموازنة وأضاف عادة الحكومة تقوم بعملية إعداد الموازنة من الشهر السادس إلى الشهر العاشر تقريبا العملية تستغرق أربعة أشهر لكي يتم تحويلها إلى البرلمان وحوالي شهرين تأخذ وقتا المناقشة في البرلمان لغرض دراسة المشروع وتحويله إلى قانون فلذلك يحتاج على الأقل ستة أشهر إلى سبعة أشهر مبينا أنه نلاحظ في كل عام الموازنة يتأخر إقرارها إلى الشهر الثالث أو الرابع فمن المساح لن تقوم الحكومة بتقديم موازنة كاملة لسنة وأوضح ممكن الحكومة أن تقدم موازنة مؤقتة لشهرين أو ثلاثة أشهر وهذه واردة في النظرية المالية العامة لكن في حال بدأت الحكومة بإعداد موازنة العام المقبل ستتأخر إلى الشهر الثالث أو الرابع من العام المقبل وحول مطالبات الحكومة بتخفيض سعر الدولار قال صفار أن تغير سعر صف الدولار مقابل دينار هو من صلاحية البنك المركزي فلا الحكومة ولا مجلس النواب من حقهم التدخل في السياسة النقدية لأي بنك مركزي مشتقل وفي أخيرة الزورة نطالع الفنان صلاح البحر يعتذر من الطائف الصابئ المندئية اعتذر الفنان العراقي صلاح البحر من الطائفة الصابئة المندئية بسبب مفردة مسيئة استخدمها لهم في إحدى أغنياته وفي التفاصيل أن البحر استخدم في أغنيته جملة في إشارة إلى أن الصابئة يمتهنون السحر وكان وكان البحر قد أثار موجة من الغضب بسبب هذه المفردة وقال رئيس كتلة الصابئ المندئيين في مجلس النواب العراقي أسام البدري في بيان صحفي إن مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو كليب لصلاح البحر يحتوي على إساءة كبيرة لأبناء المكون وقبل الختام ننتقل وإياكم إلى كاريكاتير هذه انتقال من جديد إلى أباظر وزينة إليكم شكرا إليك أحمد على ما قدم تهول فريق الإعداد للصحافة المشاهدين الكرام شارفنا على اختتام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الخير يا عراق نتمنى لكم أوقات سعيدة ونهار سعيد إن شاء الله باتش راح يكون عندنا صباح آخر نلتق بي بكثير من الفقرات والثابتة شكرا لأحمد ونادي وشكرا لكل الفريق العامل من الإخراج والإعداد والمصورين والصوت والإنار وكل بإتمام هذه الحلقة والحسن الرفقة مع الجميلة دائما زهينة جبران شكرا لك شكرا لك يا أبا ذروى كن جميلا ترى الوجود جميلا إذا مشاهدين كرام صنعوا وياكم لنعيد حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء بما الله اشتركوا في القناة